بداية الموسم بقى بالنسبة لك بداية جيدة ولا شايف انك ممكن يبقى فيها أحسن؟ لا طبعا بداية جيدة بداية جيدة في ظل ان انت بقالنا 15 سنة مش موجودين في الممتاز والتجربة كلها على بعضها وانا بحب دايما ان احنا نبص القدام والاستمرارية انا ممكن ابدأ كويس قوي قوي شوفنا لمازج بدأت كويس جدا جدا وماقدرتش انها تكمل لكن انا يعني وده اتفاقنا مع كابتن احمد عبدالقوف ان احنا لازم نكون نفسنا طويل دوري طويل جدا واشوف كمان ان الدوري السنة دي صعب جدا جدا من اصعب الدوريات اللي يمكن في الفترة الاخيرة عملت من سنين يعني كل الفرق مستعدة وكل فرق جهزة وكل فرق امكانياتها سواء الفنية او المالية مستعدين استعدادات كويس جدا جدا فالدوري لقى دوري قوي فلا ان شاء الله بداية جيدة نحافظ عليها هل بقى دايما يتقال ايه انه الفرق اللي هي مش بتبقى عندها امكانيات مالية عبقرية يقول لك والله الفرق اللي عندهم ما فيهاش عمك في التشكيل فما بيهاش عندهم استمرارية فممكن يبدأوا كويس قوي بس مش مضمون انه هم يستمروا انتو كفرق او تكوين فرق حاسين انتو تقدروا تستمروا في الدوري الصعب ده وانت عارك قلت حقا كويس قوي ان انت يكون عندك البدايل ده امر مهم جدا واحنا احنا اشتغلنا اول السنة مع كابتل احمد اشتغلنا على ده انه يكون عندنا بدايل في المركز واحد واثنين وثلاثة في بعض المركز يكون موجود مرهج شوية ماليا ومرهج عليه فنيا في الملعب كإدارة ملعب لكن مفيد جدا واخدنا التجربة دي مع السنة الفات ونجحت بشكل كبير جدا صحيح فان احنا كوي عندنا البدايل ده حاجة بيسة وحاجة مهمة جدا انه بتخلق كمان روح من المنافسة على مدار السيزن بتبقى مهمة جدا جدا لا ده انا شايف انه هو مش صح مابوت اه فلا يعني ان شاء الله باذن الله يكون ده دافع كويس جدا